يعني مبدأين إيه هو عيد وفاء النيل والليه كانوا القدماء المصريين بيحتفلوا بيه وهل فعلاً كانوا بيرمولوا عروسة في النيل ولا لأ؟ بص خليني الأول أقولكه أن ما فيش أمة في تاريخ أدارت ومجهة الطبيعة بتاعتها زي القدماء المصريين النيس دي أدارت النيل كمان بشكل خاص لأنه هو كان مصدر لكل شيء النيل ده كان مصدر للاقتصاد، مصدر للوحدة الوطنية، مصدر للتجارة، مصدر للزراعة مصدر لكل شيء خاص بالحضارة المصري الأديلة الأول هو سموئي المصريين القدماء أطلعوا إيه على النيل؟ سموئي تيروعة يعني النهر العظيم نيل دي جاية من كلمة نيلوس دي قالها الإغريق لما جم مصر نسبة لملك إغريقي اسمه نيلوس كان بيهتم بإقامة السدود وعمل مشاريع الزراعية فهم أخذوا من اسمه لما جم مصر لقوا مشاريع اقصادية وزراعية ضخمة على النيل فأطلقوا عليه نيلوس واللي اتحرفت بعد كده باتنعيل واللي احنا بنقولها دلوقتي نيل ففكرة إنه هو نهر النيل ده كان من أهم الشرايين التجارية والزراعية اللي ما هدت ليه إقامة الحضارة المصرية الأديمة كل بيت في مصر كان لازم يستخدم النيل في كل حاجة كان في الزراعة، في الصناعة، كان الشريان الاستراتيجي اللي بربط ما بين الشمال والجنوب وكان حتى في الحياة والموت الشرق كانوا بيعيشوا عليه وغروب الشمس الغربة كانوا بيدفنوا فيه بس ما كانش فيه حياة في الغرب؟ يعني غرب النيل ما كانش فيه حياة كانت حياة محدودة كان دايما غرب النيل مرتبط بفكرة شروق الشمس وغروبها إنه هو الشمس بتشرق من الشرق فشرق النيل وبتغرب الناحية التانية فمن هنا جات فلسفة المصر القديم بارتباط الشمس بالنهر بالزراعة بفكرة العالم الآخر إزاي إنه هو كان شايف إن غرب النيل ده غرب الحياة أو ده العالم الآخر اللي هو حيروحه بعد ما يموت طيب إحنا يعني سمينا العيد ده وفاء النيل عشان تقديره من المصري القديم للطبيعة وللنيل ولما يعني يهبوا للمصريين من خليني أقول خيرات كتيرة للأراضي صح كده أنا بقرأة بقوله مظهور؟ هو ما كانش اسمه طبعا وفاء النيل هو كان مقدرين النيل لدرجة أنه معلوله أكتر من معمود مش بس حابي كان خنوم اللي هو صنع البشر هو كان راعي منابع النيل في أسوان وراعي الجندل الأول حابي ده كان مجسد للنيل وكان مجسد للذكر والأنسة اللي هو العنصرين بتقول الطبيعة باعتبار إن النيل ده كان هو بيمثل عناصر الطبيعة كلها وإحنا من كترة أم جدنا في حابي حطناه على ورقة الخمسة جنيه دلوقتي فكرة إن المصري القديم يعمل له عيد هو كان بيعمل له عيد باستمرار كان بيقدم خرابين كان معروف إن الملك رمسيس الثاني ورمسيس الثالث كانوا بيقدموا قرابين كانوا بيقدموا عجول وتران ووز وبط احتفالا وتقديرا لنهر النيل وبيرموها في النيل لا بيأكلوها يعني هو كانوا بيقدموها كقرابين للمعبودات وكانوا كهنة بياخدوها بعد كترة إما فكرة زي ما أنت قلت هل إحنا حضارة عظيمة عملت فلك وطبيعة وطب وهندسة وجيش كل ده حنرمي جثة في النيل حنلوثه بالزبط جدا فكرة كمان إن النيل أو النهر العظيم دخل في المعتقدات المصرية القديمة المصر القديم كان عنده في كتاب الموتى الفاصل مية 25 الاعترافات المنفية اللي بيوقف قدام 42 معبود بينفي أي عمل سيء أو عمله كان بيوقف يقول أنا لم أقتل ألم أزني ألم ألوث ماء النيل ألم أبني سدود تمتع جريان النهر للآخرين فقد إيه كان فكرة أن تقديس النهر ده كان ممكن يحاكم عليه في العالم الآخر كان هو الخير كله بالزبط هل الإلحابي كان بينسب بس للمصر القديم ولا كان في دول تانية أو ثقافات تانية بتقدسه هيرادوت اللي بيعتبروه أبو التاريخ قال أن مصر هيبت النيل ولكن أنا بعترض ما بشدة في المقولة دي مصر هيبت النيل والمصريين القدماء يعني نهر النيل بيعدي على كم حضارة على كم دولة نحن نقول تسع أو عشر دول دلوقتي ما فيش أمة عملت حضارة عظيمة على ضفاف النيل زي حضارة المصريين القدماء المصريين القدماء هم اللي اعتبروا النيل ده جزء من حياتهم وجزء من شخصيتهم وهو كان فعلا مماهد للحضارة تاعتهم من الألف الرابعة قبل الملايات كمان أي دولة حتى فلتي عندنا الدولة القديمة والدولة المصطبة كده للعصور من الأول الدولة القديمة من أول 3200 قبل المداد كان عندنا نصوص بتذكر اهتمام المصريين يعني من أول ميناء وخوفه بالضبط هو كان مصدر الوحدة يعني كان المالك ميناء أو نعارمر الوحد الشمال وجنوب مصر ما ساعدوش في فكرة التعحيد غير نهر النيل نهر النيل كان بعتبر العمود الفقري الاستراتيجي التعحيد الشمال والجنوب في مصر كان ليه دور مهم جدا في التجارة أنه هو بيربط مدن الشمال زي منف بمدينة عظيمة أو العصامة في الدولة حديثة طيبة في الجنوب كده حالات التجارة تنتد من الشمال والجنوب عن طريق مراكب النيل يخذ لها حوالي من 3-4 تيام لأسبوع ما لم يطلع مثلا فرس النهر يعترض السفن دي فعشان كده بعتبر مجرى النيل من أساسيات الحياة الاقتصادية والتجارية في الدولة المصرية طيب وهل كان من المنطقي أنهم يعملوا المعابد بتاعتهم اللي بيعبودوا فيها الآلهة في أماكد الموتة؟ عندنا نوعين من المعابد معابد كلها في الغرب يا أفان لا عندنا معابد الحياة اليومية دي بتبقى في الشرق المعابد اللي موجودة في الغرب المعابد الجنازية اللي احنا بنزورها زي الدير البحري المعابد بتاعة الملوك زي الرمسيوم بتاعة رمسيس الثالث دي اللي ملوك بيعملوها عشان يتقدم لهم قربين باسمهم في العالم الآخر بعد كده إنما معابد زي الأقصر معابد زي الكارنة دول موجودين في الشرق زي كناك تلاقي مسجد وسط منطقة فيها مقاب بالضبط أيوة فهمتك كده فكرة إن الشرق دايما للحياة والغرب دي ممثل للموت فتخدها دايما إن معابد الشرق دي للحياة اليومية اللي بيقدموا فيها قرامين يومية بيرووا يصلوا فيها المعابد الغرب دي بتبقى للملوك اللي بيقدموا فيها قرامين لأرواح الملوك لما يموتوا بعد كده طب تقوص الاحتفال بالعيد ده كانت إيه زماني؟ كانت تقوص رسمية وشعبية ممكن إحنا قلنا إن الملوك كان بيقدموا مجموعة كبيرة من القرابين كانوا بيقدموا حيوانات بيتباع حيوانات زي التيران زي العجول زي الوز زي البطوي قدموها قرابين بإسم معبودات النيل كان بيتم توزيع مجموعة من الأكلات الإشعب المصري العائلات كانت تجمع مع بعض كان دايما فيه اهتمام كبير بفيضان النيل نحن عارفين إن مصر دولة زراعية ولكن أغلب أراضيها صحراوية فبيعتبر فيضان النيل ده من أهم المناسبات للعائلات المصرية كانت بتجمع عليها تنتظروا تنتظروا من السنة للسنة ولو قال بيتم عمل صلوات وعمل احتفالات كبيرة إرضاء لمعبودات النيل عشان تفيد بها تدى المصر القديم بذكاء شديد إن هو يرصد حركة فيضان النيل مع نجمة بتطلع في السماء اللي هي الشارة اليمنية بتطلع كل سنة في وقت معين اللي هو إحنا قدرنا نحددها تقريبا 19 يوليو بالتقويم بتاعنا دلوقتي فحدد اليوم ده إن هو ده بداية فيضان النيل وده بداية السنة الزراعية عنده هل اكتشافات النيل اتدت مع الاكتشافات الأوروبية في قرن 18 و19 لا المصر القدماء نفسهم عملوا حملات لمحاولة اكتشاف منابع النيل طبعا ما وصلوش لحد أغاندا ومحارة فيكتوريا زي دالوقتي ولكن وصلوا لحد الجندا للأول تحطمس التالت نزل تحطمس التالت لا ده من قبل يبكتير المال مين عندنا المالك بيبي التاني من الأسرة الستة بعض رحلة مشهورة أولا اسمه حرخوف الراجل ده كان عنده قصة مشهورة جدا إنه هو عمل أربع حملات وصل بيها للجنوب المالك بيبي التاني كان عنده 7-8 سنين في الوقت ده طفل صغير فحرخوف حبي يبسط المالك بتاعه ويجيب له مجموع من الهدايا منهم قزم صغير فبعت له جوابات بيقوله فيها على الرحلات والاستكشافات ولاقينا إيه وعملنا إيه ومن ضمن الاستكشافات جبت لك قزم صغير المالك كان طفل ما قدرش يفهم مدى الاستكشافات دي ولكن اهتم بالقزم وبعت له جواب قال له لو جبت لك قزم ده سليم أنا هعملك مكافأة كبيرة وتحدد حرص على القزم ده لحد ما توصل لمنف عشان ده بنسبالي يكاد يكون أهم البعثة كبيرة اللي عملها حقا رفض بمناسبة طاطموس الثالث المالك طاطموس الثالث الفاتح العظيم وصل بحدود مصر لحد منابع دجلة والفراط ولكن المصريين لما راحوا هناك لقوا منبع دجلة والفراط سموه اسم غريب قوي سموه النهر المعكوس لأنه هو بينبع من الشمال للجنوب صحيحين أن المصر القديم كانوا بالنسباله طبيعته هي النموذة صحيح فبالتالي كان نهر النيل بينبع من الجنوب للشمال صحيح في حين أن جغرافيا نهر النيل النهر الوحيد في العالم اللي بينبع من الجنوب للشمال أي كل الأنهار شمال جنوب شرق غرب أو غرب شرق فبالتالي هو شاف أن أي نهر معاكس للنهر بتاعه هو اسمه النهر المعكوس وهو وصل تحت مسترة للمنابع في الحبشة وصل حدود مصر لحد الجندل الرابع وصل لحد مثلا وسط السودان فكانت حدود مصر إمبراطورية ضخمة وصل لحد الفراط في الشرق الجندل الرابع وصل لحد تركيا في الشمال وصل لحد بارقة في الغرب وصلنا لحد أبرص فكانت الحدود المصرية ضخمة كان أول إمبراطور في التاريخ كان أول وأعظم إمبراطور في التاريخ المصري والشرق الأدنى قديم كله يمكن كمان من الوصايا الهامة في البرديات أنه يعني البرديات دي هيكا بتؤهل دخول الروح لعالم الخلود كان من الوصايا الهامة فيها أن ما يكونش الروح دي أو الجسد ده لوس ماء النيل بالضبط فإزاي المصري القديم كان حريص جدا جدا على الحفاظ على النيل وإيه هي كمان أهم الوصايا فكرة أنه يخافظ على ماء النيل ده للحياة اليومية كان عنده تقديس لمية النيل كان بيعتبرها من المواد المقدسة اللي بيستخدمها للتطهير في المصري القديم كان بيهتم جدا بالنظافة الشخصية الكهنة المصرية القدامية كان عندهم تقوص خاصة من ضمنها التطهير أشبه باللوضوء عندنا وبالتالي كان في البحيرة المقدسة اللي كان بيتطاخر فيها الكهنة كان بتيجي ميطة عن طريق قنوات بتوصل بالنيل وبالتالي الحفاظ على نقاء ماء النيل كان بيحافظ على نقاء المياه المقدسة دي وبالتالي كان الحفاظ عليها واجب وطني وديني من الطراز الأول زي ما قلنا أنه هو مش بس بيرعاها في الدنيا كان لازم يثبت للمعبودات في العالم الآخر أنه هو حافظ على ماء النيل مش بس كده أنه هو ما أقامش سدود وما حرامش جاره من أي جريان للمياه أنه هو يزرع أرضه خصوصا أنه كان فيه منوشات مشاكل ممكن اتنين جيران بيزرع أرضه واحد يروح قاطع القنوات على جاره وبالتالي كان هذا محرم في الحضارة المصرية لأنه كان ممكن مجرد أنه يمنع جريان مجرى النيل على جاره عشان يرويله أرضه وبدأ عليه علشان النهاردة بنحتفل بعيد وفاء النيل باختصار فيه جمل بسيطة كيف احتفل المصر القديم بعيد وفاء النيل كانوا بيطلعوا المتنزهات كانوا بيحفظوا على مجرى نهر النيل كانوا بيقدموا مجموعة من القرابين كانوا بيحفظوا على نقاء نهر النيل القرابين للكهنة عشان بالضبط لا ما كانوش بيرموا مية يعني خلين كمان يعني يعني لم يكنوا لك أي رايمي لأي جثث أو أي شيء نهائي بالعكس حتى المية نفسها ما بيرمهاش نهائي بالعكس كانوا بيحتفظوا بيها لأن كانت مية مقدسة بالنسبة لهم يمكن أعيب على الدرامة المصرية إن هي عملت فيلم فكرة إنه هو عروس النيل رصخ جوه عقل الناس إنه كان فيه عروسة بتترمي وإن ده كان تحكين لكنا فاهمين القصة دي الفيلم ده رصخ كارسة الفيكرة دي كانت موجودة مقارن التاسع الميلادي كانت من الأساطير اللي رواها المؤرخين العرب واللأسف الشديد ترسخت في أجدان الناس إن فيه عروسة كانت ترمي في النيل وإنه نهر لما جف جاب وملاقوش بنت حلوة يرموها فجابوا عروسة ولبسوها دهب ورموها في المية طبعا كل ده يتنافى مع عقلية الحضارة المصرية الأديم أشكرك دكتور الشديد شعبان البحث فيه الأسطار المصرية شكرا لك دكتور روارتين أشكرا لك